أهلا بكم في جولة على أبرز أخبار المملكة العربية السعودية والبداية مع اندبندنت عربية تحرك سعودي على وقع توفان الحرب الدائرة لاحظت السعودية قبل أسابيع فقط من اندلاع الحرب بين غزة وإسرائيل أن التطورات في المنطقة توشك على الانفجار لكن تحذيراتها لم تجد أذانا مصيغة خصوصا من الجانب الإسرائيلي الذي استمر فيما اعتبرته الرياض استفزازات وانتهاكات اشتعلت على أثرها حرب لم تفاجئ فيما يبدو غير تل أبيب لا سيما إيران التي يعتقد بأن لها حسابات في إشعال المعركة على رغم أجواء التهدئة وخفض التصعيد في الإقليم لكن دبلوماسية السعودية النشطة لم تقف عند تحميل إسرائيل أو غيرها الأحداث المتفاقمة وأنما تجاوزت ذلك إلى مواصلة جهودها قبل اندلاع المواجهات بالمسارعة إلى دعوة الأطراف الدولية النافذة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا والمنطقة إلى حجد جهودها عبر استخدام نفوذها في سبيل الحيلولة دون توسع الهجوم إلى أفاق أبعد ربما تفضي إلى خروج الصراع عن دائرة السيطرة ودعت المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصدقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمل مدنيين وننتقل الآن إلى رأي اليوم حيث عنونت السعودية ودول مطبعة رفضت طلب الأمريكي بإدانة حماس أكد موقع أكسكيوز الأمريكي أن حكومات عربية مطبعة مع الكيان الإسرائيلي رفضت طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بإدانة حركة حماس بحسب مسؤول أمريكي وأوضح الموقع أن بلينكين تحدث أيضا مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بشأن الهجمات وبعد المكالمة قال بن فرحان في بيان أن السعودية رفضت استهداف الإسرائيليين لكنها لم تدن هجوم حماس وأشار الموقع إلى أن البيت الأبيض والعالم يستعد الآن لرد إسرائيلي أقوى بشكل كبير ويخشون من القطال المطول والموسع في الشرق الأوسط ولفت الموقع إلى أن الغزو البري الإسرائيلي لغزة والذي قد يأتي ردا على هجوم يوم السبت قد يؤدي إلى التصعيد في أجزاء أخرى من المنطقة موشيرا إلى أن مثل هذا التصعيد من شأنه أن يجعل التطبيع بين الرياض وإسرائيل صعبا إن لم يكن مستحيلا وننتقل الآن إلى سبوتنيك نيوز إسرائيل تقول أنها لا تزال ملتزمة بالتطبيع مع السعودية قال وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان قال مندوم الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة أن إسرائيل لا ترى أي سبب لحذف مسئلة تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية من جدول الأعمال وأضاف أن بلاده لا تزال ملتزمة بتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية متابعا نعتقد أن هناك دولا معتدلة في منطقتنا تريد تطبيع العلاقات والعيش في سلام والمملكة العربية السعودية هي بالتأكيد واحدة منها وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في وقت سابق عدم وجود دليل على وقوف إيران وراء الهجوم الذي شنته كتائب القسام التابعة لحركة حماس على إسرائيل رغم وجود علاقات قديمة بين حماس وطهران وننتقل الآن إلى سكاي نيوز عربية السعودية تطلق تجارب القطار هيدروجيني الأسبوع المقبل قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التشغيل التجريبي لأول قطار يعمل بالهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط سيبدأ الأسبوع المقبل وقال الوزير في كلمته خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في الرياض ستتم تجربته الأسبوع المقبل ونأمل أن يكون لدينا في الأشهر القليلة المقبلة أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط كما وأضاف أن السعودية ستطلق آلية سوق محلية ذات مستقية وشفافية وقابلة للتكيف دون الخوط في تفاصيل وبحسب وكالة أنباء سعودية فقد أعلنت الخطوط الحديدية السعودية صار عن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة عقب توقيعها اتفاقيا مع شركة السوم الفرنسية بهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة مستقبلا هذا كان كل شيء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء